هو العالم الأندلسي المصري صاحب الجامع لأحكام القرآن الكريم يعتبره العلماء هو واحد من أهم المؤلفات بل والمرجع الرئيسي لتفسير آيات القرآن الكريم نظرا لما حواه من بلاغة ومن قواعد أصولية ومن فقه ومن حديث ومن قواعد للغة العربية نتحدث اليوم عن الإمام القرطبي ابن قرطبة الأندلسية في مصر أرض المجددين يتمثل محور مشروعه التجديدي تجلى في تفسيره الذي ما زال يرجع إليه الناس إلى يوم الناس هذا فصار تفسيره حجة إلى يوم الناس هذا جمع فيه فأوعى اللغة والقراءات وأحكام الفقه وابتعد عن الإسرائيليات وعن عقلية الخرافة رحم الله الإمام القرطبي فضيلة العلامة للحصوص دكتور علي جمع أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بكم أهلا بكم مولانا نتحدث اليوم عن الإمام القرطبي رحمة الله عليه صاحب الجامع لأحكام القرآن لو تحدثنا عن مشروعه التجديد ومفتاح هذا المشروع نقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي هو ولد في الأندلس اللي هي دلوقتي بإسمها إسبانيا وقرطبة من البلاد العريقة والتي حملت الحضارة الإسلامية وتعلم هناك الإمام القرطبي أتى لنا في مجال التفسير بكتاب فريد لا مثيل له من مصادره تفسير ابن عطي إحنا كنا في يعني متعجبين كيف كل هذا العلم والوضوح والشفافية والسهولة ده القرطبي سهل إلى الآن حتى على مع تظاهر اللغة ومع عدم الاهتمام بها من يقرأ القرطبي يفهم إلى الآن فهو أخذه من تفسير أبي بكر بن عربي الأندلسي كان له تفسير كبير في تسعين مجلد وأخذه أيضا من ابن عطية وعرفنا ده لما ابن عطية اطبع فعرفنا أن هناك مقاطع لكن من ابن عطية موجودة في القرطبي لكن القرطبي أضاف القراءات أضاف توجيه هذه القراءات أضاف علوم العربية أضاف الأحكام الفقهية وحزف كل ما كان معتمدا على الأسطير على الإسرائيليات على القصص المتداول الشعبي حزف من التفسير كل هذه الأشياء والقرطبي ولد في أوائل القرن يعني ستمية ستمية وعشرة فيه خداف لكنه انتقل في ستمية واحد وسبعين يعني إما يكون عنده واحد وسبعين سنة أو واحد وستين سنة فلكنه بحكم تربيته في الأندلس كان مالكيا لأن كل المغرب كان مالكيا لكنه لم يكن متعصبا للمالكية وكان عندما يذكر الأحكام يذكرها بأدلتها وبكيفية تفريعها على هذه الأدلة وكيفية استنباط هذه الأحكام فقلف كتابه الجامع لأحكام القرآن حزف القصص والأسطير والكلام اللي مالوش لازمة أو الضعيف أو الخرافات إن صحها التعبير أو الإسرائيليات واكتفى بتعليم القرآن ابن أبو بكر بن العربي يسبقه لكنه أطال في تفسيره جدا يعني عبل ما تقرأ الآية تخد لك فيها إسبوعين ثلاثة ابن عطية اختصر في تفسيره فهو جاء لنا بمدرسة تجديدية في التفسير مبناها نمر واحد تفسير القرآن بالقرآن مبناها بيان الأحكام الشرعية من خلال القرآن الكريم مبناها عدم الالتفات إلى الروايات الخرافية الأسطورية أو القصص الشعبي أو الإسرائيليات المروية عن بني إسرائيل مبناها الاهتمام البليغ باللغة العربية مبناها أخذ القراءات مأخذ أنها أبعاد القرآن يعني القرآن ليس قراءة واحدة فيبين في تفسيره الإعراب يبين في تفسيره ما الذي ورد فيها من القراءات ويبين في تفسيره أحكام الفقه ويتتبع هذا المدرسة هذه مدرسة تعد مدرسة تجديدية لما جاء القرطبي إلى مصر اختار مونية ابن خصيب ابن خصيب ده كان يعني في الدولة العباسية وحصل في منطقة محافظة المينية دلوقتي حصل يعني زي صورة زي اضطرابات حاجات زي كده فالخليفة زعل من أهل هذه المنطقة وقالوا الله لابعت لكم واحد يحكمكم يكون يعني ليس ابن أصول يعني علشان يعمل التصرفات وحشة فبعت لهم ابن خصيب اللي هو زي أقل عبد موجود في القصر بتاع الخليفة في بغداد بالعين دي يعني في أهالي المنطقة علشان يربيهم بقى علشان زي ما بيقول المتنبي لا تشتري العبد إلا والعصى معه إن العبيد لأنجاس مناكيده يعني كان بيبقى أخلاق العبيد دي كانت يعني اللي احنا بنسميها السوقية فبعت لهم ابن خصيب طلع ابن خصيب ابن ناس وحسنت سيرته في أهل المنطقة وعمل حاجة كانوا زمان يسموها المنية المنية يعني الأمنية يعني يعني عمل حاجة حلوة وشوية جناين على شوية بيوت حلوة على شوية جدد البيوت بتاعت الرعية إلى آخر طب إحنا يا ابن خصيب بعتينك عشان تقرفهم أنت دلوقتي جيت وروحت عمل لهم حاجة راقية أوي وحلوة أوي ومثالية نموذجية فزعل منه الخليفة أوي واستدعاه ويعني عاقبه حتى ضرت عينها فقد البصل كان وهو والي خد الأولاية هنا حط لؤلؤتين كبار كده أو جوهريتين في العمة بتاعته وبعدين ماشي في السوق عايز يأكل ساندويتش وقال عايز يأكل حاجة فلقى واحد شاعر بيمدح في ابن خصيب فقال له تعالى انت بتمدح في ابن خصيب ازاي قال له لا ابن خصيب دا كان راجل صالح وكان راجل طيب وما استجبش لدعوة الظلم وعدلة في الناس قال له طب خد الجوهرتين دول جزاء ان انت مدحت ابن خصيب ومش لقى ياكل الجوهرتين راحوا للخليفة الخليفة قال له لا الجواهر دي الجواهر ملكية كانت مع مين لا ابن خصيب تاني وهو يتسول في السوق او وهو يعني ماشي في السوق او حاجة واش فقعاده للمنية وقال له لا دا انت تبقى انت فهمت كان ان انت تدي جوهرتين وانت ما معاكش حاجة تبقى انت رجل نزيه ابن اصول ابن اصول ودناس وكده الاخري فارجعه الى فسميت مونية ابن خصيب اللي هي المينية دلوقتي فالامام القرطبي كان فيه بلد هناك في الاندرس اسمها مونية ناصر فمونية ناصر دا هي شبيهة بمونية ابن خصيب يعني كانت الروح بتاعتها فلا انه جاي من هناك راح اعد في هذا المكان ومات بها ودفن وقبره موجود هناك في المينية الى الان مفتاح مشروعي التجديدي تفسير القرآن يعني تفسير القرآن اعتبره هو اول لبنة في بناء الحضارة ان احنا نفهم القرآن فهما مباشرا بعيدا عن الأساطير بعيدا عن الإسرائيليات بعيدا عن الأوهم والخرافات بعيدا عن وهكذا ولذلك العلماء تكلموا على أن هناك موطن فيه نوع من أنواع الخرافة أو الأسطورة في صورة الكهف فقالوا هذا متسوس يعني هي موجودة دلوقتي لما الراجع صورة الكهف عند قيام قيام أهل الكهف وكذا والآيات اللي موجودة في الفتية الذين آمنوا بربهم وزناهم هدى دول امتلاء القرطبي جاي بقصة خرافية لا تتسق إطلاقا مع منهجه في بقية التفسير ممكن نعرف تفاصيلها معلنا بس بعد الفصل بعد الفصل ان شاء الله بعد الفصل ان شاء الله أشكر فضلتك أرجوكم خليكم معنا بالمينيا عروس صعي ووسط سكانها تسمع أصوات المحبين تعتالي السماء فتقودك لمسجد الإمام القرطبي هذا العالم الجليل الذي ارتبط به المحبون من كل مكان بالمينيا خاصة ومصر عامة فتجد ألاف الأشخاص يترددون على أعتاب هذا المسجد وفي رحاب روح الإمام القرطبي تاركين دعواتهم وأمياتهم طالبين من الله عز وجل العفو والغفران ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين مرحبا حضراتكم مرة أخرى وبجد الترحيبي بفضيلة العالم الجليل وسو الدكتور عالي جمعة فالدكتور أهلا محرك مرة أخرى توقفنا أبد الفاصل عند رواية حول أصحاب أو الفتية أهل الكهف في هذه الآية الكريمة وأن الرواية دي قد تكون متسوسة على تفسير الإمام القرطبي منهج القرطبي كما قلنا مبني على هذا الإبداع من جعل القرآن الكريم بتفسيره يصل إلى استنباط الأحكام سواء الدينية أو الدنيوية من أجل عمارة الأرض من أجل تسجية النفس من أجل عبادة الله وهو يقاوم كل المقاومة العقلية القرفية فجيه في قصة خرافية هنا يبقى في حد دسسها الكتب القديمة دية يعني حصل فيها شيء من هذه الدس نبه عليه الإمام الشعراني ونبه عليه غيره الكتير والإمام ابن حجر الهيتمي إلى آخر فإيه قصة دي للخرافية بتصور أو بيقول إنه في عهد سيدنا بو بكر إنه عمر بن الخطاب كان قاعد مع سيدنا بو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وخلي بالك إيه ربنا الله وارضوهم يعني الأيبة الأربعة أو الخلفاء الأربعة الكبار كلهم وبعدين قالوا إن إحنا عايزين يعني نتعلم أو نقابل أو نستفيد من أهل الكهف فعمر بسط لهم العباية بتاعته وكل واحد قاعد على طرف العباية فالعباية طارت يعني واخد بلك إزاي وطارت راحت إلى أهل الكهف اللي في الأردن اللي في فلاديلفيا دلوقتي اكتشفوهم وعملوهم وبعدين نزلوا في المكان ده وربنا أحيالهم أهل الكهف من القبر قبلوهم وكلموهم وقالو لهم وعدودهم وكذا إلى خير يجدعو لهم وبعدين لبسوا العباية تاني وإيه ركبوا العباية وكذا ده طبعا قبل نعم بتسوسة بتسوسة فجاهبها في الوسط من غير أي حاجة إليها فده على طول يتبين مننا إنه ده لما تقرأ عشرين مجلد ما فيهمش اللي النقطة دي عشرين مجلد عشرين مجلد وما فيهمش إلا هذه النص صفحة دي تحسأ لا اللي قبلها متسط معها ولا اللي بعدها متسط معها ده واحد راح حشرها في النص فإذا دي متسوسة في الباقي بقى يعني حاجات الحقيقة إنها ممكن تمشي حاجات بسيطة جدا وهو أنه كان يتعجب ممن يقول بكروية الأرض وخدبات سيتك إزاي ده طبعا ده راجع ليه السقف المعرفي بتاع العصور وحتى ابن حزم الظاهر ينص على هذا ابن تيمية ينص على إنها كرة فالليش عارف دي زي إيه بيئة ثقافية وثقف معرفي لا يؤاخذ عليه لكن الفكرة التجديدية عنده هو فيه أن القرآن يصير كتاب وحي لابد علينا أن نتصد به مباشرة بتفسير صحيح بعيد عن هذه العقليات كلها وفي نفس الوقت يصبح أداة لخدمة محور الحضارة الإسلامية فده اللي جابه الإمام القرطول أيضا ليه كتاب التذكرة التذكرة بأحوال موتة وأمور الأخرة ربما يختلف عن الجامع تماما في الموضوع ولكنه حتى ما أخدش يمكن نفس الصيد أو الشهرة للجامع لأحكام القرآن لما جم يعملوا حركة طباعة وضرق كتب المصرية أدت في هذا الدور الكبير اختاروا أهم ما للقرطوبي من مسألة القرطوبي له كتاب التذكرة التذكرة ده تبع بعد كده في الستينيات ما تبعش فيه أوالي القرط زي تفسير القرطوبي التذكرة وله كتاب التذكار في الأذكار وله كتاب شرح أسماء الله الحسنى لأن الرجل كان فاهم مقاصد الخلق مقاصد ربنا من الدنيا أول حاجة العبادة وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون تاني حاجة العمارة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إني جعلهم في الأرض خليفة تالت حاجة يوم القيامة الأخلاق التذكية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها الإيمان هو إيمان بالتكليف وباليوم الآخر بعد الإيمان بالله فرح مألف على هذا النمط يعني بيألف حاجة للتذكية التذكار في أفضل الأذكار لأن الذكر والفكر يعني هم الطريق الموصل إلى الله الذين يذكرون الله قياما وخوضا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يبقى في ذكر وفي فكر فرح كتب له كتاب فيه الذكر وكتب له كتاب في محورية القرآن وكتب له كتاب في اليوم الآخر وما فيه من مشاهد وما يسأل الناس عن هلها الموت عدم يعني عدمنا ولا فيه حياة أخرى وله كتاب آخر بقى في عمارة الأرض وهو شرح الموطق له كتاب في شرح الموطق بس يعني لم يطبع بعد إلى الآن التذكار طبع التذكرة طبعت والتذكار طبع والتفسير طبع لكن لم يطبع إلى الآن شرحه على موطق الإمام مالي كل ما يباين فيه برضه الأحكام الفقهية في عمارة الأرض واضح مولانا أن يعني سبحان الله في حكمة إلهية أن العلماء حتى لو في زمن واحد نجد من الإمام الشطبي تقريبا في نفس العصر بس موجود في اسكندريا للإمام القرطبي تقريبا برضه في نفس العصر موجود في الصعيد في وسط الصعيد يعني وكأن العلم مراد ربنا على أرض البلد دي أن يكون في أكتر من إمام أكتر من عالم وأن يعم الخير والعلم على أماكن كتير في مصر هو سلسلة متصلة يعني أنت لما تاخد الإمام الشطبي اللي هو بتاع القراءات مصبوط هتلاقيه 590 مثلا احنا معانا الإمام مثلا ابن عبد السلام هتلاقيه 660 الإمام القرافي هتلاقيه 684 الإمام مثلا صاحبنا القرطبي 671 فممكن يكون فيه تقاطعات زمنية مثلا فيه تقاطعات الزمنية دي لأن الأمر متصل احنا أمام هيئة تجديدية منطلقة مفتاح المشروع التجديدي خدمة القرآن لمحور الحضار الله الله ده الشغل بتاع الإمام القرطبي مستفيدا من كل من سبقه مؤثرا في كل من أتى بعده وإلى يومنا هذا صحيح فالحمد لله رب العالمين على أن المجددون يعني دايما موجودين وبيجددوا وبيدوا وبيبنوا لبنات في صرح الحضارة والعطاء والقيادة والريادة أنا شاكر جدا لفضلتك يعني في الدكتور علي جمعة أحد علماء المجددين فأنا شاكر لفضلتك على هذا الإبحار ربنا يجعلنا منه يا رب إن شاء الله بإذن الله مولانا شكرا جزيلا لحضرتك وشكر موصول لحضراتكم وإلى اللقاء